موسيقى مساء الخير وكل عام وأنتم بألف خير انتهى العام 2017 باعتداء ارهابي على كنيسة مارمينة في منطقة حلوان جنوب العاصمة المصرية القاهرة ما صلط الأضواء من جديد على أوضاع المسيحيين في المنطقة والتحديات التي تواجههم في استراتيجي لهذه الليلة نتحدث عن أهم المشاكل والصعوبات التي تواجه مسيحي الشرق الأوسط مع ضيفنا الأب رفعة بدر مدير المركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام كل عام وأنتم بخير أهلا وسهلا بك رعا وسهلا بخير لك أخي العماد وإهتمام مشاهدي قناة التغيير أهلا بك أب رفعة بعد كل هذه القرون من التعايش في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي والإسلامي ما هي التحديات التي تواجه المسيحيين في المنطقة اليوم يعني المسيحيين أو المسيحيون في الشرق هم جزء من أوطانهم جزء من مجتمعاتهم فما يحصل على المجتمعات يحصل عليهم بالضرورة هم ليسوا جزيرة منعزلة عن أوطانهم ومجتمعاتهم والتحديات التي تواجه جميع الأوطان تواجه عقوا بالضرورة المسيحي كما تواجه المسلم كما تواجه غيرهم ومن الأديان لذلك يعني إذا أردنا أن نخصص ما هي تحديات التي تواجه المسيحيين الشرق في هذه الأيام هي التحديات التي تواجه كل المجتمعات العربية وشرق أوسطية إذا أردنا أن نعممها وكذلك إن التحديات التي تواجه المسيحي هي ذاتها التي تواجه الشعوب المغلوبة على أمرها في هذه الفترة وخاصة في بعض البلدان التي خرجت من 2017 ولكنها لم تخرج من عصر الظلام والظلم والقتل والتشريط والتهجير على فكرة اليوم هو يوم السلام العالمي نعم قد أسل بابا فرانسيس يعني خصص هذا اليوم للتفكير حول المهاجرين واللاجئين تحت عنوار رجال ونساء باحثين عن السلام فقضية مسيحي الشرق وقضية الأحداث التي تجري في المنطقة لا شك أنها تجعلنا نفكر بشكل خاص بالإخوة والأخوات المهجرين الذين تركوا أو أجبروا على ترك أوطانهم بحثا عن سلام وميناء دافئ يستطيعون أن يكملوا مشوار حياتهم فيه وقد تعرض الكثير منهم إلى خطر فقدان الحياة في البحار في الحدود على بوابات العالم يطرقون الباب يريدون الدخول إلى مدن ودول بعيدة عن مدنهم وقراهم هذا ليس حال المسيح فقط هناك مسيحيون كثر قد أجبروا على الخروج ولكن هي حال المجتمعات التي نعيش فيها مع الأسف كنا نتمنى أن ينتهي 2017 وتنتهي معه كل أعمال القتل لكن كما أشرت أخي عماد يعني المجزرة التي حصلت على بوابة كنيسة في حلوان واليوم في هذا النهار أيضا افتتاحية غير سعيدة أبدا في قتل شقيقين قبطيين في مصر أيضا هذا يؤلم طيب في المقابل أب رفعت هل هذه التحديات واحدة أيضا في كل دول الشرق الأوسط هل ما يعانيه المسيحي في العراق كالذي يعانيه في مصر مثلا يعني تختلف من بلد إلى آخر بحسب الظروف السياسية والأمنية في هذا البلد أو ذاك يعني حاليا في العراق نتكلم عن الحمد لله عن الانتصار على داعش وخروج ما يسمى بالدولة الإسلامية لذلك تنفس ليس فقط المسيحيون ولكن أيضا المسلمون وكل سكان العراق تنفسوا الصعداء أنه يا عمي قد أنهينا فصل دامي من فصول العراق الحديث لذلك اليوم نحن نتحدث عن نصر عراقي وابتهاج عراقي لكن نحن نتحدث عن ألام في مصر وما زلنا نتحدث كذلك عن ألام في سوريا سوريا هناك مثل الضباب الذي يغلف مدننا اليوم هناك حالة من الضباب إلى أين سنتوجه العراق الحمد لله يعني قرب أنه يتعافى لكن أب رفعت الأعداد المسيحيين في العراق تناقصت كثيرا نعم يعني بلا شك بلا شك أثر ما حصل في عراق مؤخرا عندما نقول مؤخرا لا نعني فقط من الأربع سنوات الماضية في فترة وجود الدواعش ولكن نحن نتحدث عن فترة سابقة يعني ما بعد الفين وثلاثة ممكن ما بعد واحد وتسعين حتى من واحد وتسعين من حرب الخليج الثانية قد بدأنا أو الأولى قد بدأنا نرى بالفعل التناقص لأنه لماذا نحن في الأردن نلمس هذا التناقص لأنه العراق المسيحي قد كان يجد في الأردن أول وأهم وأغلى ملجأ لقلبه لذلك من الواحد وتسعين أنا بذكر يعني لم أكن كاهنا في ذلك الوقت في الواحد وتسعين لكن كنت أستمع إلى إخوة الكهنة أنه قديش بالفعل كانوا يباركوا زواجات للعراقيين في الأردن هذا يدل على قديش إجانا ناس كثير بالألوف وكان يجي واحد قرابتهم من أميركا مثلا لكي يأخذ الفتاة العراقية معه يتزوجها في الأردن ويؤسسان عائلة ولكن ليس في العراق أبدا لذلك من الواحد وتسعين بلشت العداد التتناقص في العراق في 2003 لماذا لماذا بعد الواحد وتسعين كان هناك حصار اقتصادي لكن لم تكن هناك جرت حرب هناك الحرب الكونية على العراق في ذلك الوقت قد بالفعل أثرت على خروج عديد من طبعا هنا علينا أن نشير أنه ليس فقط العراق المسيحي خرج في ذلك الوقت نحن نتحدث عن العراقيين خرجوا منهم المسيحيون ولكن المسيحي عندما يخرج يؤثر يعني طلع واحد من بلده كمسيحي عربي بأثر على نسبة السكان صحيح مسيحي مسلم أو نسبة المسيحيين إلى عدد السكان في ذلك البلد ليش أنه في قلة عددية يعني نحن كنا نتكلم عن مليون ونص عراقي مليون ونص عراقي في العراق كان ساكن بالواحد وتسعين هل اليوم كيف تلاقي إن شاء الله نلاقي نص مليون معناته أنت تتحدث عن مليون كامل قد أخرج من العراق أو قد خرج بسبب الحصار أو بسبب الحروب المتعاقبة القضية في العراق طبعا ليست فقط سنتين ثلاثة القضية في العراق أنك عندك عقدين من الزمن لم يكن هناك ارتياح أبدا كان هناك فرض العقوبات الاقتصادية كان هناك الحرب الخليج كان هناك حرب الخليج الثانية دخول أمريكا انتشار العمليات الإرهابية التنظيمات الإرهابية التنظيمات المتشددة إلى أن أتى طبعا العصر يعني بين قوسين الذهب إلى العمليات الإرهابية هي مع الدواعش الذين أفرغوا مدن كاملة ومناطق كاملة من المسيحيين نتكلم اليوم مثلا عن مسيحيين موصل مسيحيين موصل هاجروا كلهم لم يبقى مسيحي واحد في الموصل وضوحيها يعني منطقة نينة وكلها الموصل وسائل القرى والمدن العراقية ذهبت إلى أربيل من أربيل ذهبت إلى لبنان أو ذهبت إلى الأردن إحنا إجانا يعني عشرات ألف من المسيحيين من أربيل ذلك نحن نتحدث عن مكونات أساسية في مجتمعاتها قد أجبرت على الخروج الجديد في الموصل مثلا ما هو الجديد في الموصل؟ الجديد في الموصل أنه خرج لأنه مسيحي أما القبلي كان يخرج لأنه عراقي لكن هذه فترة انتهت برفعات هي فترة وجود تنظيم داعش الإرهابي نعم هي حوالي أربعة سنوات الآن نحن نقول أن الاضطهاد إن شاء الله يكون قد انتهى كلية معراق لأنه الاضطهاد الديني هو اضطهاد ضد مكون إن كان إثني أو إن كان ديني لكن نتحدث عن مسيحي موصل اضطهاد ديني تم إخراج كل المسيحي من مطقة الموصل الآن في فترة العياد كنا نشوف على الوكالات العالمية للأنباء كيف كانوا يغطوا أنه كان يعني اكتشاف جديد مذهل أنه مسيحيين يحتفلوا بأحدى الكنائس اللي كانت مدمرة في ذلك الوقت يعني لأول مرة تحتفل بالعيد الميلاد من أربع سنوات هذا طبعا سبب فخر وسبب فرح لكن ما بعد ذلك عندك إعادة البناء عندك إعادة الثقة عندك إعادة المسيحي المهجر يعني من بدك ترجع تترجع أنت مش رح تقدر ترجع المسيحي اللي فر على الأردن أو اللي فر من الأردن على أستراليا يعني كمسيح عراقي من الأردن ذهب إلى أستراليا هل تعتقد بوجود مؤامرة لتفريغ الشرق الأوسط من مسيحيين؟ يعني إجمالا لا أؤمن بقضية المؤامرات أو نظرية المؤامرات لكن في منه في هذا الشأن عندما نتحدث عن المسيحي في الموصل نحن نتحدث عن عملية إفراغ مستهدفة ضد المسيحي مستهدفة المسيحيين في ذلك الوقت ليس طبعا الآن مع مين كانت داعش إلها علاقات هذا أسرار سياسي ما بعرف عنها أنا مش محلل سياسي ولكن ما كنا نرى أنه داعش استهدفت المسيحيين في الموصل وسائر مدن وقرى سهلني نوى لذلك خرجوا وأخرجوا وأجبروا على الخروج ولذلك أصبح هناك اضطهاد ديني في الموصل انتهى الاضطهاد الآن ما هي الخطوة المقبلة الخطوة المقبلة بقول لك يا عمي في عالة بناء عالة البناء طبعا عالة البناء العمارات عالة بناء الشجر زرع الشجر عالة بناء مدينة إنها ترجع لطبيعتها ولكن الأهم من ذلك هو إعادة بناء ثقة لكي يعود المسيحي إلى الموصل عليه أن يكون واثقا مئة بالمئة ولكن السؤال الجذري الذي نسأله أخي عمات من الذي يقدم ضمانه للشعب العراقي وللمسيحي في الموصل أنه تعالي يا عمي الأمور ستجري استقرار البلد هو سيكون الضمانة أبريفعة ألا ما هو بدك ترجعه إذا بدك ترجعه على الموصل بده أقول لك يا أخي من الذي يضمن لي أنه مش رحينا نتعرض لهجمة ثانية من أي جهة ضد المسيحي وأجبر على الخروج أنا وأطفالي وزوجتي وأولادي وكل قرائب بليلة ما فيها ضو قمر طيب منابع القلق هذه هي نفسها الموجودة في سوريا مثلا في مصر برأيك سوريا طبعا تم استهداف العديد من أماكن العبادة إن كانت مساجد إن كانت أيضا كنائس يعني ما كانش هناك استهداف للمسيحي فقط لأنه مسيحي ولكن كان هناك استهداف على أسس سياسية على أسس مناطقية يعني كانوا فجروا مثلا منطقة كاملة بمسيحيها ومسلميها يعني لما جرت مثلا تدمير في جامعة حلب هل تدمير جامعة حلب أو الانفجار في جامعة حلب قبل كم من سنة راحت فيه مثلا إحدى الراهبات الفضلات لكن ما كانت مستهدفة لأنها راهبة في ذلك الوقت كانت مستهدفة لأنها بتدرس أو لأنها كانت مرة من هناك من باب الجامعة الجامعة للجميع وعشان يكسمها جامعة تجمع الكل ولكن عندما يستهدف كنيسة بحد ذاتها هناك نقول أن الاستهداف هو ضد المكون المسيحي وليس وليس بالصدفة أنه مات مسيحي في ذلك الانفجار لا أنت مستهدف مسيحي في ذلك الوقت المشكلة بسوريا حاليا أنه نحن لا نستطيع أن نحصي يعني نقدرش نقدرش نعطي إحصائية لم تنتهي لأن الأمور لم تنتهي ولأن في ناس طلعوا على لبنان في ناس يجوا على الأردن في ناس مروا في الأردن فقط يجوا على الأردن ونشوفهم بس بروحوا لأنه عندهم موعد بالسفرات سفارة السويد سفارة السويسرا سفارة ألمانيا هذولا خاصة بروحولهم السوريين ومن الأردن بطلعوا طيب في المقابل هناك من يقول في سوريا مثلا أن المسيحيين كان أحد أسباب استهدافهم هو وقوفهم مع النظام لا يعني أنا بذكر أنا بذكر الوزير الخارجية فرنسا عن بداية الأحداث في سوريا يعني 2012 2012 كان يقول لا تخافوا يا مسيحي الشرق يا مسيحي سوريا انخرطوا بهذه الثورة العظيمة ضد النظام إلى آخره كان يراد للمسيحي أن يزج به بثورة ليست ثورته هو كمسيحي إن كان يريد أن ينخرط بالثورة مثلا كمواطن ليس كمواطن ولكن كان هناك تشجيع من بعض القيالات الخربية أنا بالذكر في 2011 أنا جاوبت على ألان جوبي اللي كان وزير خارجي وبعطت إياها بشكل شخصي وجاوبني جاوبني أيضا بالرسالة أنه يا عمي إحنا بدنا المسيحيين ما يكونوش خايفين إلى آخره قلت له يا أخي أنت أنت بتزج بالمسيح لأنه مسيحي تريد أن تخلق هنا لربما حرب حرب دينية وهي ليست حرب دينية ما حصل في سوريا هو شؤون سياسية المسيحي ينخرط فيها ما بعرف معي جهة ولكن هو حر هناك في المعارضة السورية شخصيات مسيحية لكن في المقابل معظم المسيحيين في سوريا وقفوا مع النظام ويأخذ عليهم ذلك يأخذ عليهم ذلك لأنه في هناك إشكالات يعني كانت في البداية إشكالات أنه يا مسيحي هل تريد أن تبقى مع النظام الذي يحفظ لك الحرية الدينية ولكن ما فيش عندك حرية سياسية أم أنت تريد أن تتكي على نظام جديد مجهول قد يتيح لك حرية سياسية ولكن قد يؤثر على حريتك الدينية يعني المعادلة صعبة جدا وما قدر المسيحي في سوريا أن يتناولها بشكل جيد يعني لذلك لذلك بحسب التاريخ المعاصر يعني لا نقول فقط المسيحي وإنما الأقلية الدينية أو العرقية التي كانت ليس فقط في سوريا أعيد وأكرر يعني الحالة التي ندرسها بشكل عام الأقلية عندما تشعر بأن نظام ماشي ماشي ولا يؤثر على مكونها بالانخراط في المجتمع بتقول لك أنا بفضل بفضل اللي بعرفه أحسن من اللي ما بعرفه لأن المجهول سيرين نحو المجهول خلينا أتمسك بالبعرفه بغض النظر عن طبعا زادت بعد دخول داعش الأرهابي فيما بعد تغير الوضع أصبح هناك مبرر واضح لوقوف المسيحي في سوريا فيما بعد تغيرت الصيغة الثورجية تغيرت يعني أصبح عمدك أنت دخل نظام دخل تنظيم إرهابي يعني يستهدف كل ما هو إنساني لذلك لربما زاد تمسك المسيحي كما زاد أيضا تمسك المكونات الدينية الأخرى تمسكهم بالنظام لأنه لم تعد القضية قضية شعب يطالب بحقوقه من نظامه السياسي في ذلك الوقت أصبحت قضية محاربة تنظيم إرهابي وفصائل تحارب بعضها البعض يعني عندما كنا نسمع في الأخبار أنه تقريبا 48 فصيل يحارب بعضه البعض لم تعد تميز ما بين صديقك وعدوك لذلك عندئذ يتك المسيحي أو يتك يعني من يشعر بحاجة إلى احتواء من الأنظمة يتك إلى النظام الحالي كونه مجرب ولا يمس حريته الدينية بغض النظر عن قديش كان معطيك حرية سياسية وحرية تعبير وحرية أحزاب بغض النظر أنت تتمسك بالحرية الدينية وتبديها في بعض الأحيان على السقف المرتفع السياسي ذكرت الأردن قبل قليل أب رفعت قلت المسيحيين يأتون إلى هنا فقط لموعيد السفرات بمعنى أن الأردن ليست مستقر حتى المسيحي المنطقة النازحين والمهاجرين السفرات الغربية الأمريكية الكندية الأسترالية دائما دائما يقال أن هناك تشجيع للمهاجر المسيحي بمعنى أن هناك بين قوسين وليست نظرية مؤامرة أيضا من يريد أن هذا المسيحي يخرج يعني إذا كان هناك في مؤامرة على المسيحي يعني هذه تكون عدة عدة فعاليات سياسية ودول سياسية قد ساهمت في الأمر لكن لماذا السفرات كانت تقبل لأنه فيه اتفاقيات دولية في الأمم المتحدة أنه يبدأ تأوي المهاجر تأوي اللاجئ اللاجئ والمهاجر في الأردن كان يحصل على العديد من المعونات إن كان عن طريق المكاتب تابعة الأمم المتحدة أو عن طريق الجمعيات الرسمية في الأردن هيئة اللغاثة الهاشمية وغيرها أو الكاريتاس أو الكاريتاس كجمعيات خيرية تابعة للكنائس يعني كان يحصل على حقوق ولكن لم يكن له كل حقوق الإقامة كمواطن يعني فيه هنا نتحدث عن الإدماج هل نريد إحنا كأردن أن ندمج المهجر العراقي ويبقى لدينا ويكون له كل حقوق المواطنة حصل على الاستقرار وحصل على كمهجر مسيحي منع من الصلاة في الموصل إجا صار تصلي في كنائس الأردن هنا فتحنا إحنا الكنائس وفتحنا كل المعونات الممكنة الإنسانية عن طريق الكارتاس الخيرية من قولهم الله يعطيهم العافية لأنه اشتغلوا الشغل يعني لا شك بالتنسيق مع المؤسسات الرسمية لكن في الآون الأخير الكارتاس أصبح رمزا عالميا للمساعدات تجاه إخوتنا الفقراء والمهجرين واللاجئين الأردني الفقير والمهجر السوري والمهجر العراقي لكن الآن ما مدى تأثير المعاهدات في الأمم المتحدة على استقبال هؤلاء المهجرين في منهم صار لهم أكثر من سبع سنين في الأردن من قبل داعش وما زالوا بنتظروا هذا مش شأن لمعنى ليس له معاملة خاصة أسرع بهجرة تعتقد يعني في منهم في منهم ضربها الحض معهم سنة زمان وأنه بستراليا في منهم ما طلع لهم هذا الحض من سبع سنين بلوكت في الأردن لما نقول بلوكت في الأردن أنه بحصل على كل المعونات الممكن الدولة تقدمها والمؤسسات تقدمها والأمم المتحدة كمكاتب تقدمها ولكن بقول لك أنا مش مستقر لأنه أنا بدي إقامة كاملة حتى أقدر أدرس أولادي أطببهم إلى أخي يعني عفل من رأيك لا يتم التعامل معهم على أساس ديني من السفرات الغربية كمسيحي بجوز في بجوز في اتفاقيات داخلية يعني نحن ندرك تمام الإدراك بأن الدول لا تتعامل مع اللاجئين على أساس ديني عفوا صح ولكن ولكن يتم التعامل معهم بحسب اتفاقيات بين الدول مثلاً كندا قديش بالدك أمريكا قديش قادرة تستوعب ألمانيا استوعبت الكثير من اللاجئين والمهجرين خاصة السوريين وكذلك العراقيين اللي يجوا من الموصل غالبيتهم غالبيتهم ذهبوا إلى أستراليا هل لماذا أستراليا أنا أعتقد هاي معاهدات دولية بين الدول في الأمم المتحدة بخصص هذه الحصص بحسب حاجتهم ولكن ولكن اللاجئ هو لاجئ سواء كان مسلم كما سواء كان يهودي سواء كان بوذي سواء كان مسيحي اللاجئ هو لاجئ يعني الأمم المتحدة مكاتبها تتعامل مع أرقام ولا تتعامل مع أشخاص بالنسبة للأمم المتحدة صحيح أب رفعت قبل مئة عام كان المسيحيون في في المنطقة يشكلون ما نسبته عشرين بالمئة الآن الإحصائيات تقول أن نسبتهم وصلت إلى خمسة بالمئة في المجمل يعني لن نتحدث عن وجود داعش الإرهابي ولا عن الربيع العربي عن مئة عام لماذا تتناقص أعداد المسيحيين في المنطقة تتناقص لأنه في عندك هجرة بغض النظر عن الظروف السياسية والظروف الوجود التعصب الديني مؤخرا لكن أو تنظيمات المتكئة على الدين يعني مش التعصب الديني في مجتمعاتنا ولكن التنظيمات التي جرى تأسيسها مؤخرا وتتكي على مطيات دينية لكي تبرر أفعالها يعني أثرت لا شك على المسيحي لكن منذ بداية القرن العشرين دعنا نتحدث يعني أنا كان في عندي إحصائية من الفين واربع عشر من الفين واربع الف تعمية واربع لل الفين واربع عشر الفين واربع عشر بدء الحرب العالمية الأولى لل الفين واربع عشر مئة عام يعني تقريبا نفس النسب اللي عطيتها حضرتك هنا كانوا كاتبين أنه أربع عشر بالمئة اختلفت إلى أربعة بالمئة الإحصائيات غير دقيقة يعني بس ممكن مكاتب أو مراكز الدراسات تعطيك ربما نسب ثاني لكن اختلف اختلف ليش لأنه نحن نتحدث عن نسبة عن نسبة مئوية النسبة المئوية مثلا في تكاثر طبيعي لدى المسيحيين وفي تكاثر لدى كل المجتمع لما نتحدث عن النسبة معلاته الأغلبية العددية قد تكاثرت أيضا وبنسب هائلة لذلك النسبة تنخفض هذا بدون أي مؤثر آخر ثانيا لديك الهجرة تبعا للحاجات الاقتصادية أنت بدك تهاجر لذلك لما يهاجر واحد مثلا لما كان يهاجر واحد من أردن بسنة الخمسين والستين على أمريكا هذا راح فرد هو مرته مثلا إذا كان متزوج الآن لما تروح تزوره بأمريكا أنت بتتحدث عن ميت واحد ليش لأنه هذول خلف له ست سبع أبناء أو بنات اتجوزوا برضو صار في هذه الكثرة يعني واحد بعمل لك عيلي وعشير لكن بعض الأجيال لم يعود عرب وانا تحدث هنا عن المسلمين والمسيحيين أيضا طبعا هنا هناك عدة أجيال للهجرة لكن من ذهب سنة الخمسين والستين يعني أنا بتحضرني كثير من الشخصيات التي تعرفنا عليها في أمريكا هاجر من سنة الخمسين من سنة الخمسين هذولا بقيوا متمسكين بعاداتهم وتقاليدهم العربية الأردنية البدوية والفلاحية الأصيلة لكن أولادهم لربما تغير عليهم إشي هل أولاد أولادهم هذول أمريكان بتفرقهم مش عن الأولاد الأمريكان في عاداتهم بتقاليدهم بلبسهم وبتسريح تشعرهم يعني هذولا خلص مع الأسف يفقدون الصلة أو لا توجد صلة أصلا إلا قلهم خلنا نزور جوردان بيجو كسواح القضية لكن مواطني بعض الدول لا يستطيعوا حتى العودة الأكسس هاي مشكلة يعني بقدرش يروح على العراق مثلا اللي هاجر بقدرش يرجع على العراق مثلا المهاجر العراقي الأردني على أقل ليش لأنه لماذا هاجر هو لم يهجر ولم يجبر على الخروج ولكن اختار كان فيه موضة موضة الهجرة كل واحد عنده إمكانية تروح أمريكا يروح وجر أهله يطلع كل أهله عشيرته يطلع تطلع وراء بدي أذكر بس قبل مئة عام الدول العربية والإسلامية في منطقة الشرق الأوسط استقبلت المهاجرين على أساس ديني على أنهم مسيحيين وهم الأرمان أرمان كان مهجر الآن بعد مئة سنة يخرج العربي الأصيل من المنطقة ولا يعود صح صح يعني لا شك الأرمان عانوا تمييز مش تمييز يعني عانوا قتل عنصري تجاههم واستقبلهم المسلمون العرب استقبلوهم نعم استقبلتهم دولنا العربية استقبلهم الأردن في عندك حي بالأشرفية اسمه حي الأرمان لأنه كان متمركزين هناك الآن الأرماني أصبح جزء ليه تجزأ من مجتمعنا في لبنان تجد الكثير من الأرمان أيضا موجودون في سوريا أيضا في العراق في لبنان لسه كمان بيحكوا أرماني أكثر من تبعين الأردن الأردن ربما بتلاقيهم بيحكوا عربي أحسن منا مرات طيب برفعة بدي أتحدث عن وهم قضية لوحدهم مسيحيو فلسطين المخاطر التي تواجه المسيحيين في دول المنطقة تختلف عن ما يواجهه المسيحي في فلسطين ماذا يدور هناك ضد المسيحي الفلسطيني الآن نعم المسيحي الفلسطيني طبعا عن الاحتلال مثل المسلم الفلسطيني ولكن يعني منكرر منقول أنه تغيير الديمقرافيا المسيحية يعني لما بواحد بهاجر على طول يؤثر على المكون هناك كعدد دعنا نتحدث عن القدس مثلا نعم القدس حاليا فيها 12 ألف فقط مسيحي منهم داخل الأسوار القديمة من أصل متى وكم هذا حاليا يعني أحدث إحصائية نعم أنت تتحدث عن القدس القدس التي هي مركز الحياة المسيحية التي منها انبثقت كل البشارة للعالم كله تتحدث اليوم عن 12 12 ألف 6 ألاف داخل الصور و6 ألاف آخرين القدس خارج الصور هذه 6 ألاف فقط في البلد القديم في البلد القديم لما نتحدث عن 6 ألاف هل يعني هل نتحدث إحنا عن عن مستقبل المسيح في القدس أم نتحدث عن يعني سيصبح أثار كلها وستصبح كلها سواح من الذي أثر على المسيحيين في القدس وعلى المسيحيين في بيت لحة ومسيحيين في بيت جالة إنهم يهاجروا هو الاحتلال الاحتلال هو السبب الرئيسي للقضاء على هذا المكون الرئيسي الذي بدونه لا نتخيل قدس نتخيل قدس بدون مسيحي أين دوركم أنتم أبو رفاق نحن يسير كرجال دين وكمؤسسات كنسية ككنائس في 13 كنيسة هناك 13 نوع كنيسة ورئاسة في تثبيت المسيحيين في أرضها ساهمت الكنيسة المحلية في مثلا على سبيل المثال هناك المدارس التي يدرس فيها المسيحي ويدرس فيها المسلم ولكن هناك إمكانية توظيف على أقل أنت وفرت كذا فرصة عمل لهؤلاء الأخوة هناك عن طريق بناء المدارس العريقة التي صار لها أكثر من 200 سنة هناك في عندك إسكانات إسكان عندما تعمل إسكان أنت تثبت المسيحي في القدس نفسها يعني عمل عدة مشاريع إسكان في بيت حنينة في بيت صفافة إلى آخره وأنا شفتها يعني إسكانات مدينة كاملة أنت بتوفر شقق سكنية للإنسان حتى لأنه بقدرش يشتري أرض بقدرش يحصل على ترخيص أرض على ترخيص بناء بتعرف يعني الاحتلال بيعمل لك عدة مشاكل بتهوش ناسي عمر بيبني لك مستوطنة بليلة وفيها 200 ألف واحد بينما إذا واحد يأسس عيله ويبني بيعقد الحياة قدامه فالكنيسة عملت عدة مشاريع إسكان كنيسة اللاتينية والفرانسيسكان عملوا هنا إذا كان الاحتلال الإسرائيلي أب رفعت يعامل العربي في فلسطين بغض النظر عن دينه كان مسلم أو مسيحي بنفس الطريقة السيئة والمشؤومة لماذا الغرب لا يوقف إسرائيل عند حدها باعتبار أنه يدافع عن المسيحيين من هنا أريد أن أعود إلى بعض التصريحات الأمريكية قبل فترة لضرورة حماية المسيحيين في المشرق يعني أمريكا عمرها ما عملت من أجل المسيحيين في المشرق العربي أمريكا عمرها ما كانت الأم الحاضن للمسيحي في الشرق الأوسط يعني هناك إدعاءات كثيرة ولكن نحن متابعين أنا درست في الضفة الغربية في بيت جالة 11 سنة وكنت أعرف كيف تروح من بيت جالة بيت لاحي من القدس خلال خلال 5 دقائق في القدس لكن بعد 91 تم إغلاق القدس تم وضع الحواجز تم بالفعل يعني تحويل تحويل المنطقة إلى جهنم بمعنى إيش إلى صعوبة التنقل بين منطقة ومنطقة كم حاجز تصور بين رامالله والقدس منعت الفلسطيني من الوصول إلى القدس يجبر الإنسان على الخروج يجبر على الخروج وعلى قرار الهجرة وفي المقابل الغرب يصور دائما أن المسيحيين في خطر الغرب يا سيدي لا نتعلم وكأنه تحريض يعني الغرب يعني الغرب مجددا أقول يريد المسيحي كما يريد المسلم خادما لسياسته عندما نتكلم عن الغرب رب، علينا أن نميز ما بين الدول الغربية والسياسات الغربية والكنائس المسيحية هناك بين الكنائس المسيحية والكنائس المسيحية في داخل القدس وداخل فلسطين هناك صلاة تقارب هناك صلاة مودة هناك تعاون وهناك اختلافات وخلافات هلأ نريد Understand بخلافات الكنسية لكن نتكلم عن جسور التواصل ما بين المسيحي أو الكنيسة في داخل الفلسطين والكنيسة في الغرب هناك العديد من المشاريع التي ساعدت الكنائس في الغرب على القيام بها في فلسطين مشاريع كبرى تم القيام بها حتى مشاريع تنموية من مصانع من إلى آخره كل هذا بهدف ليس فقط دعم المسيحي وإنما الحفاظ على التعددية الدينية داخل المجتمع الفلسطيني الفلسطين المسلم والفلسطين المسيحي يشعران بتضامن كبير وخاصة في هذه الفترة بعد قضية القدس التي لم تمر عليها شهر لكن هذا التلاحم ما بين المسلم الفلسطيني والمسيح الفلسطيني سبب أن هناك عدو واحد وأن هناك هدف واحد لفلسطين كلها وهي أن تخرج من هذا الاحتلال مستقلة دولة آمنة ديمقراطية للمستقبل يعني تكون عاصمتها القدس كما نقول ولكن هذا بده شوط طويل أهم شيء عندما نقول الوحدة الفلسطينية هي وحدة بين الأحزاب السياسية وهذا ما تم طبعا نوعا ما قبل أشهر قليلة ولكن هناك الوحدة الفلسطينية الإسلامية المسيحية لأننا نواجه نفس الاحتلال الإسرائيلي الذي لا يميز بالتعامل وهذا طبعا خطأ شائع أن الإسرائيلي مثلا يعطف على المسيح هذا خطأ شائع خطأ شائع ليس له صحة الإسرائيلي لا يميز بين الفلسطينيين لا مسيحي ولا مسلم هو يعامل الكل بقسوه يوازل احتلال الإرهاب برأيك بالضغوطات التي يقوم بها باتجاه المسيحيين العرب في المنطقة مية بالمية يعني الإرهاب في العراق قد أجبر المكون المسيحي على الخروج والاحتلال في إسرائيل قد أجبر المسيحي على الخروج والنتيجة واحدة إنقاس أعداد المسيحيين وبالتالي النتيجة الواحدة هي إشاعة اللون الواحد في المجتمع العربية والقضاء على التعددية الدينية وتخيل أخي عماد تخيل أن نرى التعددية الدينية تغيب عن الشرق الأوسط شو أصلا معطي الشرق الأوسط نكهة وشو معطي قيمة وشو معطي حضارة هي هذه التعددية الراقية التي عاشت في الشرق منذ عصور وعصور يعني إحنا كمسيحيين ومسلمين من أكثر من ألف واربعمائة سنة عايشين مع بعض في الشرق هل لا هل كان في خلافات في خلافات بين كل الجيران بصير خلافات ولكن لم يكن هناك رغبة في القضاء على الآخر لكي أشيره أشيره عن وجه الأرض وأتنعم أنا وحدي بالحياة بدونه الشراكة الحضارية بين المسلم والمسيحي الإرهاب أراد القضاء عليها والاحتلال الإسرائيلي أراد القضاء عليها لذلك وقعنا في فخ في السنوات الماضية مع الأسف عندما كنا نتحدث عن قضية مسيحية الشرق يعني إن كنا نتحدث عنها كقضية مستقلة يعني كان دائما يجيبوا سيرة الإرهاب أن الإرهاب يريد إفراغ المسيحي أن الإرهاب يريد القضاء المسيحي ونسينا أن هناك احتلال إسرائيلي أيضا أثر على المكون المسيحي وأثر على التعددية الدينية لا يجوز أن يغفل عن بالنا أن الاحتلال الإسرائيلي قد أثر وبشكل مباشر على إفراغ المسيحي من بيت لحم من بيت سحور من بيت جالة من من طيبة رمالله من القدس هل نريد نحن فقط حجارة في القدس أم نريد أيضا شعب يكمل صلاة الجمعة في الأقصى وصلاة الأحد في كنيسة القيامة وهذا ما فعله أيضا الدواعش في العراق دمروا كنائس هجروا بشر يعني أرادوا قضاء على كل ما هو حضار أب رفعت بعد كل هذا التعايش وكل هذا كل هذه الأمال وكل هذه المشاكل أيضا كيف ترى علاقة المسيحي العربي بالمسلم العربي في المنطقة يعني حاليا لا شك أن المسيحي العربي والمسلم العربي كانوا وعيين أن هناك من يريد أن يخلق عداوة بينهما ومؤخرا يعني الأرهاب كان يريد أن يدغدغ مشاعر المسلم بالإتيان مثلا بآيات مقدسة أو الاستناد إلى العنف بسم الدين والعنف حتى بسم الله كان يريد أن يدغدغ مشاعر المسلم لكي يبين له أنه يجب أن يقتل المسيحي ولكن نحن هنا نتكلم عن خروج منتصر بأن المسيحي والمسلم كلاهما تمسكا ببعضهما البعض لكي لا يستطيع الإرهاب أن يقضي على الصداقة القائمة بينهما منذ أكثر من 1400 سنة في أصوات مسيحية متطرفة برأيك في المنطقة أيضا يعني التطرف تطرف كما قال البابا فرانسيس في مصر قبل عدة أشهر أنا شاركت هناك بالقداس بيقول إن كنا نريد أن نكون متطرفين فلنكون متطرفين بالمحبة وليس بالعنف يعني تطرف نعم فيه تطرف الإيجابي بأنه التمسك بفضيلة المحبة كعنوان للعيش المشترك في منطقتنا العربية طبعا أب رفع بالتأكيد أنا أتفق معك على هذه النقطة لكن هناك حوادث هناك بعض الميليشيات كانوا يقال أنها ميليشيات مسيحية شاركت في سوريا وشاركت في العراق وشاركت مؤخرا يعني كان فيه دعوة إلى إنشاء ميليشيات وقوات مسلحة مسيحية أنا بعتقد أنه فشلت هاي الأمور فشلت ليش لأنه المسيحي إن أراده أن يدافع عن وطنه هو يدافع عن وطنه من خلال الجيش الوطني الموجود وليس من خلال تشكيل حتى إحنا يعني في الأردن بذكر مرة قبل أعتقد عشرين سنة كان واحد جاينا أبصى من وين مهاجر اجعل الأردن يريد تشكيل حزب مسيحي حزب سياسي مسيحي وقتها المسيحي نفسه وقف ضده نحن لا نريد التحزب السياسي على أساس ديني ليش؟ لأنه الدولة الدينية أو التحزب السياسي الديني دائما فاشل وقد أثبتت هذه المقولة يعني صحتها عند منهارة دولة كانت تسمحها الدولة الإسلامية الدولة الإسلامية داعش كذلك كيف نريد أن نقف ضد الدولة اليهودية أو يهودية الدولة الإسرائيلية ونحن نريد أن ننشئ حزبا يحمل اسما دينيا هو الاسم المسيحي إن أردت أن تنخرط في حزب هناك حزاب سياسي ولكن لا نضفي صبغة من التدين على حزب سياسي لكي نجذب المشاهدين أو التابعين لهذا الحزب الديني السياسي غلط حزب سياسي تحزب سياسي ديني غلط والعسكرة أيضا إن أردت الدفاع عن وطنك فلتدافع داخل الجيش الوطني الموجود في دولتك إن كانت هذه الدولة طبعا قوية وبمستطاعها أن تكون صاحبة قرار قولا وفعلا طيب بعيدا عن بعض المشاكل الموجودة في بعض الدول كالعراق وسوريا برأيك هل يشكو المواطن المسيحي قلة المواطنة أو تعامل الدولة معهم الآن يعني في عندما تكون الأمن الناحية الأمنية مؤمنة يعني خذ مثلا زي مملكتنا الأردنية الأمن مستقر والحمد لله ودائما نتباهى ونطلب من الله مع بداية هذا العام أن تستمر نعمة الأمن والاستقرار هناك بصير مطالبات حقوقية للمكون المسيحي في داخل المجتمعي ولكن ما بيكون العنصر الأساسي غائب العنصر الأساسي هو الأمن والاستقرار والعيش بكرامة هذا مثلا مؤمن للمسيحي في الأردن غير مؤمن للمسيحي في بلد آخر ويريد أن يحصل عليه هنا مثلا تخيل المسيحي في الموصل هاجر إلى أربيل وصاله أربع سنين علقان في أربيل وينام في مكان غير كريم ولكن تعود على هذه الحياة يريد العودة من الذي يؤمن له الأمن والاستقرار والعيش النبي والعيش الكريم ما زال يحتاج الأمر الأساسي ثم يطالب بالقضايا الحقوقية مثلا النسب في البرلمان نسبة الوجود المسيحي في البرلمان الحرية الدينية حرية العبادة الحصول على المواطنة الكاملة لكن عندما تغيب الأمور الأساسية ما نوش عين لسه يطلب كمان ليش لأنه ما زال هو يشعر بأنه لا يحصل غير موجودة الكرامة ماذا تقول لمسيحيين المشرق في 2018 أبونا رفعت بدر يعني دعونا مع بداية العام نتفائل نتفائل بأن لا يضطهد أي إنسان بسبب دينه وإيمانه أي إنسان يضطهد ويتألم بسبب إيمانه هذا يعتبر ابطهاد ديني أو يعتبر إذا نريدنا للطفة تمييز ديني تخيل أنه نحن في القرن الواحد وعشرين صرنا قاطعين منها 18 سنة يعني وما زلنا وما زلنا نحتاج إلى أساسيات الكرامة الإنسانية نحن نتقدم علميا نتقدم تكنولوجيا نتقدم تقنيا نتقدم مواصلاتيا كل هذا التقدم التقني نريد أن يعني يتوافق معه أيضا التقدم الأخلاقي والتقدم الأخلاقي لن يحصل في أي مجتمع ما دامت الحرية الدينية غائبة وما دام أي إنسان يشعر بأنه ينظر إليه بنظرة دونية لماذا لأنه ينتمي إلى هذه الديانة أو هذه الطائفة دعونا نعطي شعار لعام 2018 لا تمييز أبدا معين مواطن وآخر على أساس ديني أو عرقي أو طائف شكرا جزيلا لك الله أعطي بدر مدير المركز الكاثوليكي لدراسات والإعلام أعزائي المشاهدين نلقاكم يوم الأربعة في أمان الله أعزائي المشاهدين أعزائي المشاهدين أعزائي المشاهدين ترجمة نانسي قنقر